اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن بعض المكترحات لاتبوك يمكنك استخدام الحبقة في صلصة البيتزا او صلصة الباستا حيث يمكنك اضافة الحبقة لهما اضافة وروق الحبقة التي يتم تقطعها لقطاع الى البطاطة قبل شوية ايضا يمنحنكها طيبة تدبيلة الدجاجة المشوية يمكنك اضافة وروق الحبقة اليها ايضا كما من الممكن اضافتها للشاي الاسود او الاخضر فما هي الفواد العلاجية والصحية لتناول الحبق يحتوي الحبق على زيوت الطيارة التي تجعل منه مضوض للبكترية والتي يقضي على الكثير منها مادة اليوجيونول احد نوع زيوت الطيارة في الحبق والتي تحول دون عمل الانزيمات التي تسبب الالتهابات حيث يقوم مقام المسكنات المشهورة كالاسبرين والبرامول والبروفين وبشكل خاص التهابات الامعاء وعلاج للروماتيزم المغنيسيوم المتوفر بالحبق وفعده الكثيرة مثل دعم لوعيات دموية والقلب كما يقوم على تنظيم ضربات القلب بالإضافة لفيتامينات أخرى مهمة مثل الحديد والكاليسيوم وفيتامين سي مادة البيتاكاروتين الموجودة في الحبق هي عورة عن فيتامين ألف الغير نشط وتعد هذه المادة ضد الأكسادة حيث تشكل حماية للوعيات دموية من خلال منع من ترسل الكوريسترول فيها مما بدوره يحفظ على صحة القلب بعيدا من تعرضه لأمراض عديدة مثل الزبحة الصدرية وتصلب الشرين كما يقوم بحماية الكثيرة من خلال العضوة ونذكر أيضا من فواد هذه المادة التقليل من خطر الإصابة بالروماتيزم وهشاشة العظام والأزمن قلبية يمنع الحبق الشعور بالإسترخوع كونه يريح عضلات الجسم يسيطر الحبقه بشكل فعيل على الشهية يساعد الحبقه على تخفيض الوزن حيث يعمل على الرفع وعدل الحرق للسعورات الحارية الحبق ذو فائدة في حالات القيل كما يكون بإزالة شعور الشخص بالغثيان نصوح مهمة كن باختير أوراق الحبق الطازجة بعيدا عن المجففة والتي تكون باللون الأخضر الغمق وليست المحتوي على بقى داكنة ويتم حظها بعد ذلك بالثلاجة بشكل كامل أو مقطع من خلال وضعها بإناء تم تفريغ الهواء منه كما من الممكن تجميد أوراق الحبق في الأطباق الخاصة بالتجميد والتي تكون تغطيتها بالماء لنحفظ بقائها طازجة في حالة ما استخدامها في الشربة إذا استفدتم من هذه المعلومات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة مفيدة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة